عزيزي الدارس، بعد فرغك من دراسة هذه الوحدة، ينبغي أن تكون قادراً على تميز بين طريقتين التحميل الشامل والتحميل الجزئي للتكاليف تفرق بين أساليب تحميل عناصر التكاليف المختلفة تعد قائمة التكاليف بأسلوب التحميل الكلي تعد قائمة التكاليف بأسلوب التحميل المباشر تعد قائمة التكاليف بأسلوب التحميل المتغير تحدد العلاقة بين أساليب تحميل التكاليف وعناصر التكاليف